موسيقى 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 قال مصدر عسكري في أبيان أن المعاركة والمواجهة تجددت بين قوات الجيش وميليشيا الانتقالي الشرق المحافظة وضاف المصدر اليمن شباب أن المواجهة اندلعت في جبهة الشيخ سالم والطرية على مشارف مدينة زنجبار بعد مهاجبة مواقع الجيش من قبل ميليشيا الانتقالي أصيب ضابط بشرطة محافظة تعز في محاورة اغتيال استهدفته ظهر اليوم شرق المدينة وقالت مصادر أمنية لقناة يام الشباب أن عبوة الناسفة زرعت في سيارة مدير قسم شرطة صالة العقيد محمد السفياني انفجرت أثناء صعوده لخيادة السيارة في حي المستشفى العسكري ما أدى إلى تعرضه لإصابات وصفت بالبلغة قالت مصادر مطلعة أن وزير الصحة التركي وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المسؤول المالي في بعثة الهلال الأحمر التركي الذي أصيب في محاولة اغتيال بمدينة عدن إلى تركيا وأكد بيان للهلال الأحمر التركي تعرض أحد موظفيه لهجوم مسلح من قبل مجهولين أثناء تأديته أو تأدية واجبه الإنساني في اليمن مشيرا إلى أن السلطات اليمنية تقوم بعملية تحقيق للكشف عن هوية وأجندة الجنى كشفت أحصائية جديدة عن استشهاد وإصابة واحد وثلاثين مدنيا بينهم عشر نساء وأطفال خلال أقل من شهر جنوب محافظة الحديدة وتصدرت مدينتي حيس والدريهمي قائمة انتهاكات جرائم الميليشيا الحوثية وصفت دراسة حديثة للمجلس الأوروبي للعلاقة الخارجية الحوثية بأنهم أرخص حليف لإيران في المنطقة وقالت الدراسة أن علاقة الحوثيين الرئيسية مع إيران توسعت وتعمقت على مدار الصراع مضيفة أن الحوثيين هم أرخص حليف لإيران في المنطقة ما يمكن طهران من التسبب في مشاكل خطيرة لمنافسيها الإقليمية الرئيسي الرياض وبكلفة منخفضة للغاية ختام الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة